كل عام والشعب المصري كله بخير كل عام والأمة العربية والقومية العربية بخير النهاردة 23 23 يوليو لو قلت هذا الكلام عندنا حوالي 60% من شبابنا وأبنائنا وحتى في المدارس يعني ايه النهاردة 23 يوليو؟ فيها ايه 23 يوليو؟ فيها ذكرى عمل تاريخي بطولي غير شكل المنطق وغير شكل وجه مصر 23 يوليو 1952 حدث حدث جليل وقع حدث جليل غير من شكل مصر ومن ثم غير من شكل المنطقة بأسرها وكان نقطة فارقة أو لحظة فارقة في التاريخ قبل 23 يوليو 1952 لم يكن على الإطلاق مرتبطا ببعد 23 يوليو 1952 وعجلة التاريخ لم ولن تعود إلى الوراء النهاردة بيمر 67 سنة على قيام وانطلاق واندلاع ثورة 23 يوليو أو ثورة الضباط الأحرار أو حركة الجيش سميها كما شئت وكما أطلق عليها في كتب التاريخ في 1952 يوم 23 يوليو نرجع يومين 3 أسبوع 3 شهر 3 قبل هذا التاريخ كانت مصر بتعجي في حالة فوضى عارمة كانت مصر بتعيش في مرحلة من الفساد ومرحلة من الانهيار الاقتصادي والانهيار السلوكي وكانت دولة بلا ملامح سياسية حيث استراع الأحزاب الوفديين والسعديين والأحرار الدستوريين وتغلغوا الجماعة الإخوان المسلمين في الحكم وعملها بأكتر من وجه بين الملك وبين القصر وبين الحكومة وبين الصفارة البريطانية وبين المندوب السامي البريطاني كانت الدولة المصرية ممثلة في القصر الملكي والحكومة والأحزاب السياسية وجماعة الإخوان من ناحية وكان الشعب غايب الشعب ما كانش جزء من المعادل الشعب كان بيتفرج وما هوش عارف ما هوش متابع ما كانش بيعرف يقرأ ولا بيكتب وكان بيمش حافي اللي كان بيحكم تخمة مجموعة واللي كان بيملك مجموعة من النبلاء والوضع مصري كانت بتبقى دولة كانت دولة محترمة ودولة قوية ودولة ودولة لكن شعب مصر شعب الدولة كان ضعيف شعب الدولة كان فقير شعب الدولة ما كانش متعلم كان فيه محاولات ناجحة 1805 بدأ محمد علي ومع المحلال وضعف الأسرة العلوية اللي أخيرها كان الملك فاروق كان لازم يبقى فيه وقفة تاني لأن مصر دايما منذ بدء التاريخ وحتى الآن دولة غير مستكينة دولة تهوى الاستقرار لكنها أبدا لا تستكين على زل أو فشل أو اضمحلال أو انغلاق أو ما شابه لذلك صورة 23 يوليو 52 غيرت شكل الحياة في مصر وبعد مرور 67 سنة تخيلوا 67 سنة عند راعي الصورة النهاردة بنحتفل مين اللي بيحتفل؟ الشعب المصري بيحتفل الشعب المصري بيحتفل بيقول النهاردة ذكرى صورة 23 يوليو 52 والدليل كمان عند الناس أنه نهاردة أجازة عطلة عشان نحتفل بصورة 23 يوليو إيه هي ملامح الاحتفال؟ شوية كلام بنقولهم؟ لا إحنا عايزين نصحي في ضمير الناس وفي عقول الناس الظرف التاريخي اللي كانت مصر بتعيشه في هذه الحقبة الزمنية من 67 سنة هو عتقعد دلوقتي في التكيف وتقعد فردريج ليك في البحر وعمال تفتح الفيسبوك وتقول صورة 23 يوليو صورة أدت إلى ضياح حقوق الأثرياء والإخطاع والأغنياء وإغلاق المصانع وكذا 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 ده بيحصل دلوقتي بعد 67 سنة اللي كان موجود في يوم 23 يوليو نهاردة عنده 67 سنة واحد ييجي يطلع يحكي واشوف أنا على الفيسبوك عجب العجاب والله واحد تلاقيه طالع واللي واحدة طالع ما حدش عارف أصلا حد بها دلوقتي يقول لك أنا كان صورة 23 يوليو 52 صورة سوداء ليه يا بنت الناس؟ لأنه أدت إلى مصادرة المصانع بتاعت جدي وأدت إلى أنه إحنا كنا بشوات نزعت مننا البشوية وتساوت الرؤوس الخدمين اللي كانوا عندنا والفلاحين اللي بيشتغلوا عندنا والراجل الإسكافي اللي كان بيشتغل عندنا كل دول بقت تساوت الرؤوس منه لله جمال عبد الناصر يا سلام دور في شجرة العيلة بتاعت البنت دي ولا السيتي دي هتلاقي أبوها ولا جداك انشغال خدام ولا كلاف عند أحد البشوات لكن إحنا بنحاول ننسى وأنا بقول ثاني للناس بعد مره 67 سنة على الثورة بتبقى ثورة 23 يوليو كلمة ضمير وكلمة حق في وجه الباطل في وقت كانت فيه البلاد أن تنزوي وتضيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر